السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف التاسع وهو بعنوان تحويل الدوال الخطية وهو الدرس الثالث من الوحدة الثانية الجزء الثاني سوف نتعلم في هذا الفيديو استكشاف مفهوم الإزاحة الأفقية للدوال الخطية وأيضا كيفية تأثير إضافة الثابت كي إلى مدخلة الدالة الخطية في تمثيلها البيان تذكر ما العلاقة بين قيمة الثابت كي وما إذا كانت الإزاحة الرأسية إلى الأعلى أم إلى الأسفل لاحظ أن هناك حالتين أولا إذا كانت كي غريتر دان زيرو أي أن قيمة كي موجبة والثاني هو كي لس دان زيرو أي أن قيمة الثابت كي سالبة في الحالة الأولى عندما تكون كي غريتر دان زيرو فإن ذلك يعني إزاحة رأسية إلى الأعلى بينما عندما تكون قيمة كي لس دان زيرو فإن ذلك يعني إزاحة رأسية إلى الأسفل تعريف تحويل الدوال الخطية إن تحويل الدالة ينقل كل نقطة من نقاط تمثيلها البيان إلى موقع جديد أحد أنواع التحويلات هو الإزاحة تنقل الإزاحة كل نقطة من نقاط التمثيل البيان للدالة المسافة نفسها وقد تكون الإزاحة رأسية وقد تكون أفقية لاحظ التمثيل البيان للدالة F ولاحظ أيضا التمثيل البيان للدالة G وهو إزاحة رأسية للتمثيل البيان للدالة F وقد تكون الإزاحة الرأسية إلى الأسفل وقد تكون أيضا إلى الأعلى انظر إلى التمثيل البياني للدالة F لاحظ أن التمثيل البياني للدالة G هو إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة F وقد تكون الإزاحة الأفقية إلى اليسار وقد تكون أيضا إلى اليمين أما الآن عزيزي الطالب أريد منك أن تفكر هل يمكنك تحديد ما إذا كان المستقيم G يمثل إزاحة رأسية أو أفقية للمستقيم F وذلك بمجرد النظر إلى التمثيل البياني لاحظ أنه لا يمكن ذلك فيمكن اعتبار المستقيم نفسه إما إزاحة رأسية أو إزاحة أفقية لمستقيم معين كما تلاحظ وذلك يعتمد على صيغة معادلة الإزاحة مثال 2 صفحة 62 كيف تؤثر إضافة الثابت K إلى مدخلة الدالة الخطية في تمثيلها البياني الحل من خلال الجدول انظر إلى الدالة F of X والتي تساوي 2X-4 وأيضاً انظر إلى الدالة G of X والتي تساوي الدالة F of X ولكن بعد إضافة العدد 5 إلى مدخلتها الآن نقوم بإنشاء جدول هذا الجدول يضم قيم كل من الدالة F of X والدالة G of X الجدول الأول يتكون من قيم X وقيم الدالة F of X والتي تساوي 2X-4 لتكون قيم X هي negative 4 و negative 3 و negative 2 و 0 و 1 و 2 و 3 ولإيجاد قيمة F of X عندما X equals to negative 4 نكتب 2X-4-4 أي نقوم بتعويض العدد negative 4 في الدالة F of X بدلاً من المتغير X فينتج لدينا العدد negative 12 فنضع العدد negative 12 في هذا المكان الآن قم عزيزي الطالب بإيقاف الفيديو قليلاً ثم أكمل بيانات الجدول ستلاحظ أن البيانات هي negative 10 و negative 8 و negative 4 و negative 2 و 0 و 2 الآن بنفس الطريقة ينتج الجدول الثاني والذي يتكون من قيم X وقيم الدالة G of X والتي تساوي قيم الدالة F of X ولكن بعد إضافة العدد 5 إلى مدخلتها ولتكن قيم X negative 4 و negative 3 و negative 2 و 0 و 1 و 2 و 3 ولإيجاد قيمة الدالة G of X عندما X equals to negative 4 نكتب 2X negative 4 plus 5 minus 4 وذلك بطاويض العدد negative 4 بدلاً من المتغير X في الدالة G of X وهذا يساوي negative 2 فنقوم بكتابة العدد negative 2 في هذا المكان والآن قم عزيزي الطالب بإيقاف هذا الفيديو مؤقتاً ثم أكمل بيانات الجدول ستلاحظ أن بيانات الجدول بالشكل التالي 0 و 2 و 4 و 6 و 8 و 10 والآن عزيزي الطالب انظر إلى هذه القيم هل تستطيع أن تتوقع القيم التالية باستعمال النمط المتشكل؟ ستلاحظ أن القيم التالية هي 4 و 6 و 8 و 10 ماذا تلاحظ على قيم Y في الجدولين؟ لاحظ أن قيم Y في الجدولين ثابتة ولاحظ أيضاً أن قيم X المناظرة لها هي التي تتغير والآن فكر يا ترى ماذا يحدث لقيمة X المناظرة لقيمة Y في الجدولين؟ أي كيف تتغير هذه القيم؟ إن قيمة X والتي تساوي العدد 1 في الجدول الأول قد قلت بمقدار 5 من الوحدات لتصبح العدد negative 4 في الجدول الثاني ولاحظ أيضاً أن قيمة X التي تساوي العدد 2 في الجدول الأول قد قلت أيضاً بنفس المقدار وهو 5 من الوحدات أيضاً لتصبح negative 3 في الجدول الثاني وكذلك الأمر بالنسبة لبقية القيم إذن إضافة العدد 5 إلى مدخلة الدالة الخطية عملت على تقليل الإحداث X بمقدار 5 من الوحدات وهذا يعني أن إضافة العدد 5 إلى مدخلة الدالة الخطية سوف ينقل التمثيل البياني إلى اليسار بمقدار 5 من الوحدات والآن سوف نقوم بالحل من خلال التمثيل البياني لذلك عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو ومثل بيانيا كل من الدلتين ثم تحقق من صحة حلك ولتمثيل الدالة f of x والتي تساوي 2x-4 نقوم بتحديد المقطع y وهو العدد negative 4 ونعين نقطة المقطع على المستوى الإحداثي ثم نحدد الميل فالميل هو معامل x إذن الميل يساوي 2 وأنت تعلم أننا نستطيع أن نكتبه في صورة 2 over 1 وهذا يعني أننا سوف نتحرك رأسيا إلى الأعلى بمقدار وحدتين ومن ثم أفقيا إلى اليمين بمقدار وحدة واحدة لاحظ فتتكون لدينا النقطة الثانية وبعد ذلك نقوم بالتوصيل بين هاتين النقطتين فيتكون لدينا التمثيل البياني للدالة f والآن من أجل التمثيل البياني للدالة g of x والتي تساوي الدالة f of x ولكن بعد إضافة العدد 5 إلى مدخلتها لاحظ أنها ليست مكتوبة بصيغة الميل والمقطع لذلك نجد أولا المعادلة المكافئة لها وذلك من خلال استعمال خاصية التوزيع وهذا يعني أن الدالة g of x تساوي 2 times x 2x plus 2 times 5 plus 10 ثم نكمل minus 4 وبالتبسيط ينتج لدينا 2x plus 6 لاحظ أن المعادلة المكافئة أصبحت الآن بصيغة الميل والمقطع وأن المقطع y يساوي 6 وبالتالي نستطيع تعيين نقطة المقطع ولاحظ الآن أن الميل هو معامل x وهو يساوي العدد 2 ونستطيع أن نكتبه في صورة 2 over 1 وهذا يعني أننا سوف نتحرك رأسيا إلى الأعلى بمقدار وحدتين ومن ثم أفقيا إلى اليمين بمقدار وحدة واحدة فقط لاحظ فتتكون لدينا النقطة الثانية ثم نقوم بالتوصيل ما بين هاتين النقطتين فيتكون لدينا التمثيل البياني للدالة g الآن ماذا تلاحظ على التمثيل البياني للدالة g ماذا تلاحظ على هذه النقاط ستلاحظ أن التمثيل البياني للدالة g هو نفس التمثيل البياني للدالة f ولكن مزاحا بمقدار 5 من الوحدة إلى اليسار فماذا يمكن أن تستنتج من ذلك؟ تستطيع أن تستنتج أن إضافة العدد 5 إلى مدخلة الدالة الخطية تنقل التمثيل البياني إلى اليسار بمقدار 5 من الوحدات والآن نحاول الإجابة على هذا السؤال كيف تؤثر إضافة الثابت k إلى مدخلة الدالة الخطية في تمثيلها البياني؟ لاحظ عزيزي الطالب أن المستقيم الأزرق يمثل التمثيل البياني للدالة f بينما المستقيم الأحمر يبين التمثيل البياني للدالة g انظر الآن إلى قيمة الثابت k ولاحظ أنها مضافة إلى مدخلة الدالة الخطية لاحظ الآن عزيزي الطالب كيفية التأثير إضافة الثابت k إلى مدخلة الدالة الخطية في تمثيلها البياني لاحظ أن قيمة k هنا سالبة إزاحة إلى اليمين بينما قيمة k هنا موجبة إزاحة إلى اليسار لاحظ أنه عند إضافة الثابت k إلى مدخلة الدالة الخطية فإن ذلك يؤدي إلى وجود حالتين الحالة الأولى تحدث عندما يكون هذا الثابت greater than zero أي أن الثابت k موجب والحالة الثانية تحدث عندما يكون k less than zero أي أن هذا الثابت سالب والحالة الأولى تؤدي إلى حدوث إزاحة أفقية نحو اليسار أما الحالة الثانية فإن ذلك يؤدي إلى حدوث إزاحة أفقية ولكن نحو اليمين حاول أن تحل 2 صفحة 62 لتكن الدالة f of x تساوي 3x plus 7 أي ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني للدالة g of x والتي تساوي 3 times x minus 4 plus 7 أوقف الفيديو ثم حاول أن تحل السؤال ثم بعد ذلك تحقق من صحة حلك لكي تتحقق من صحة حلك في الفرع a لاحظ أن الدالة g هي عبارة عن الدالة f ولكن بعد طرح العدد 4 من مدخلتها وهذا يعني أنه من أجل الحصول على الدالة g لابد من إزاحة للدالة f وبمقدار 4 من الوحدات إلى اليمين ولكي تتحقق من حلك في الفرع b لاحظ أن الدالة g of x تساوي الدالة f of x ولكن بعد إضافة العدد 9.5 إلى مدخلتها وهذا يعني أنه من أجل الحصول على الدالة g لابد من إزاحة للدالة f وذلك بمقدار 9.5 من الوحدات إلى اليسار إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في الدروس القادمة إن شاء الله